اشتركوا في القناة لنبدأ أولا مع هذه الخارطة هكذا كانت هذه الخارطة وبدأت عند قيام الدولة العبرية واحتلالها لأراضي الفلسطين التاريخية عام 48 في العام 51 تحديدا بينما كانت مصر قد بدأت تحكم قطاع غزة وزعت على سكانه وثائق مصرية للاجئين الفلسطينيين في العام 51 عقد في أريحة الفلسطينية مؤتمر أقر توحيد الضفة الغربية مع شرقية الأردن في إطار المملكة الأردنية وبتمثيل متساون في البرلمان بذا أصبح عموم الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من الناحية القانونية مواطنين في المملكة الأردنية المتحدة ويحملون الجنسية الأردنية أيضا اعتبر قرار الوحدة هذا اعتبر الضفة الغربية وديعة لدى الحكم الأردني إلى حين تحرير فلسطين عام 67 احتلت إسرائيل الضفة الغربية احتلتها ونزح الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن بالتالي كل أردني من أصل فلسطيني أقام في الأردن لاجئا أو نازحا وأقام فيها أثناء الفترة ما بين عام 51 إلى عام 67 فهو يحمل الجواز الأردني في فبراير من عام 85 اتفق العاهل الأردني الراحل الملك حسين وكذلك الراحل ياسر عرفات على قيام كونفدرالية أردنية فلسطينية تنفذ بعد إقامة الدولة الفلسطينية لكن بعد عام على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية أي في يوليو عام 88 أعلنت الأردن فك ارتباطها القانوني والإداري والمالي مع الضفة الغربية هذا كان يعني من الناحية القانونية إلغاء كل الإجراءات التي ترتبت على الوحدة في حينها من ضمنها إلغاء الجنسية الأردنية من فلسطينية الضفة الغربية واستبدالها بوثيقة سفر أردنية لا تمنح الجنسية منذ ذلك الحين يواجه الأردن وكذلك الفلسطينيين تحديا في التعامل مع قضايا عائلات وكذلك أفراد لا يعالج القانون حالتهم كانوا يقيمون في الأردن لأسباب مختلفة وهم من أصول فلسطينية